بسم الله الرحمن الرحيم بضعة مذمومة منكرة انتشرت في الملقابر نهيك عن البضعة الكثيرة التي تفعلها كثير من المسلمين الآن أيضا في القبور وهي تعد من الكبائر الظنوب وتأذي أو تؤذي الميت أذن شديد معظمة حاجة في حاجة معظمة بالتعامل يجمعوا فيها أولا يدفع في القبر أكثر من الميت وهذا ليس من السنة أبدا إلا لضرورة يعني القبر يدفع فيه ميت واحد فبيدفع في الميت أكثر من القبر وبعدين لما الأضام تتجي تختلف ببعض ويروح واخدين الأضام من الأبور وحطينها في مكان اسمه معظمة ويبنوا عليه صور كده فطبعا ده ليس من السنة أبدا قال عليه الصلاة في الحديث الصحيح كسروا عظم الميت ككسره حيا رأواه الإمام أحمد وهو على شرط مسلم الحديث الصحيح وفي رواية كسر زراع الميت ككسره حيا لما تأخذ العظم من القبر الميت أنت بتهتك حرمة الميت لا يجوز نبش القبور أبدا لا يحامل الأحوال لا يجوز فتح قبر ميت إلا لضرورة قصة في حروب بيبوت عشرات ومئات الناس ومش عارفين يدفعون الناس ما بيتطروا يفتحوا ويدفعوا في القبر اتنين وثلاثة عشان يدفنوهم لأن الكلام الميت دفنوا ما هو الرسول عليه السلام بيقول ثلاثة إذا حضرت أو ثلاثة إذا حضرت لا تؤخر الميت إذا الصلاة إذا أقيمت والجنازة إذا حضرت والأي يوم إذا واجدت كفأ فالميت لازم يدفن على طول لكن لما موت واحد أو اتنين والقبر في الساعة ويبقى اللي دعا أنك تفتح القبر في واحد يبقى تفتحه في قبر الواحد حصلت ضرورة في الطريقة أن تفتح القبر يبقى تخط العظم على الجنب أو تحفر وتدفن العظم وجوه تحفر وتحفر وتنزل العظم لكن لا تخدش العظم من دول القبر توديه معظمة وتوديه مكان تاني هذه بدعة مزمومة لم يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب والأصحاب والأتابعين هذه بدعة مزمومة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار هذه بدعة مزمومة وفيها هدك لحرمت الميت فكسر عظم الميت ككسر حي كانك بالضبط الميت ده حي قدامك وكسرت عظامه كسرت ضراعه وميت بتأذى هذا شديد بأي بضعة التتعامل وحاولوه حقا قدوات بضعة الكسير اللي بتستعمل ليه؟ لأن الميت بيكشف عنه الغطاء وبيتطلع بتأتيه الملائكة تزور حتى لو كان من أهل الجنة فبيعرف السيئة من الحسنة وبيعرف فبيتأذى بقى بالحسنة زي بناء الخبور وتقسيس الخبور تلاقي القبر كانه طوله مترين أو متر ونص ومجصص ومدهون ومدهون بالجبس لا ونهيك بقى عن الكتابة عليه كتبوا عليه اللوة فلان لفلاني فش عارف ايه لا جوز قال عليه الصلاة والسلام لهو الإمام أحمد والإمام مسلم وأهل السنة من حديث جابر بن عبد الله رضي عنه نهى النبي أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وزاد الإمام الترمزي وأن يكتب عليه نتبه له هذه الكلمة وأن يكتب عليه وفي لفظ نسائي أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يقصص أو يكتب عليه ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه بعد سيدنا علي بدأ بيطالب قال له أهدم أي تمثالا قائم أو أي قبر مشرف الأمر بفضل ابتفعه ما يزدش عنه نص شبر أو نص شبر كده كده ولا يكتب عليه ولا يقصص ولا يدهم ولا يطلع ولا يطلع سيدنا عمر بالخطاب وقف في فراش نموت يقول له يا أمير المؤمنين لا تقولوا لي أمير المؤمنين فلستو أنا أميركم الآن هو لسه برسه ما ماتش واللوى إيه تقول لي تكتب أي الدكتور ولا اللوى إيه ولا بتاعي ده أصبح ميت لحاوله لقوة هو لواحد عنده مظلمة سيروح لقبره عشان سواءة اللوى سيطلع من قبره يليله مظلمته ولا يبض على المجرم ده أصبح لحاوله لقوة ولا سلطة ونت تكتب اللوى فلان هذا فيه من النوع من التفاخر والتباهي والكذب لأنه ليس بلواء الآن فاتقوا الله سبحانه وتعالى في موضاكم ولا تؤذوا موتاكم بهذه البدع فالحديث نهى فيه نهي عن الكتابة مطلقة حاولكم دليل تاني قوي جدا الحديث ده نواه ابن حجر العسقلاني في كتابه التلقيس من حديث أبي داود وحسن الحديث من حديث فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات سيدنا عصمار بن مزعون بعت وحمن الصحابة قال له ارفع هذا الحجر وهاته نضعها للقبر عشان يعلم به قبر سيدنا عصمار بن مزعون الصحابة مقدرش رفعه من تقلل الحجر رح راح النبي عليه الصلاة والسلام فحسر عن ذراعيه فرفع الحجر وجاء به وضعه على قبر سيدنا عصمار بن مزعون وقال اتعلم بها قبر اخي وادفنوا اليه من مات من اهلي يعني ايه اتعلم يعني اعلم به اعلم به القبر عشان اعرفه طب هو النبي عليه الصلاة والسلام ما خطرتش في بماغه ان يكتب ما كان ممكن يكتب على القبر قبر الصحابة عصمار بن مزعون ما عملتش كلا له ما عملتش كلا له جاب حجر وشاله على قلبه حجر تقيل جدا صحابة نفسه ما قدرش يشيله هو اللي شاله بنفسه ما كان ممكن يجيب ما النبي عليه الصلاة والسلام عنده كتير من الصحابة يعرفوا يكتبه كتبت الواحي اللي كانوا يكتبون له القرآن يجيب واحد منهم زي معاود ابي صوفيان اوهير ويقول له وكتب على القبر كذا مات مئات من المسلمين في زمانه وهو حي من شهداء بدر وشهداء احد وغزوة مقتى وغيره هل كتب على فيه واحد واحد منهم بس كتب على الأمر وعمره ما كتب على حد ولا سيد مقابل بكر كتب ولا سيد عمر وعمار كتب ولا عثمان كتب ولا علي أبنغدو ولا التابعين ولا التابعين مفيش حد منهم كتب ده أزا أمره موحدث كتب على الأمور ف عايز تعلم القبر حط عليه خشبة حط عليه طوبة لكن ما تكتبش عليه الحديث صريح وما فيه ناهي فيه ناهي عن الكتاب حتى لو كان بعض العلماء أجازه هازم أخطأه لأنه كان الصحيح إنه لا يكتب فأزار الجمهور لا يجلس الكتاب على القبر بدليل النبي علم القبر عليه الصلاة والسلام بحجر كبير معلموش مش بالكتاب عماني الكتابة أيصر بكتير وقال كان عليه الصلاة والسلام إذا خير أبين أمرين اختار أيصرهما ما لم يكن إسما طب الكتابة أيصر ما تكتب كلمتين ثلاثة ولا أيصر تشيل حجر تقيله وتحطه طبعا أيصر إنه هو يكتب ما كتابش ليه لأنه هو نفسه قال لي يلاقي جزء الكتاب ولا ولا كتابة علي ما بيش عايزة اسمها بقى يكتب كلمتين بس عشان يتعرف لا ما بيش عايزة اسمها كلمتين لا كلمة ولا كلمتين ولا كلمتين وكان كان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام ما كانش محتاج وكان عنده كتبة لا كان يعمل كده ما عملتش كده ليه بإذا ده خطأ بإذا ده خطأ فارع وإذا ما هو يتعرضتكم الميت سيتأذى في قبره بهذه لأن القبر ده مسكن الميت غايته ولياما فهو حيشوف الكتاب على الأبر وعارف أن الأبر مكتوب عليه وعارف أن انت جسسته ودهنته بالطلاق وكربته وكبرته فحيبقه متأذي لأن انت في معصية معمولة في الأبر بتاعه فاتقوا الله في موتاكم ولا تقضي موتاكم اتقوا الله في موتاكم طبعا نهيك عن الجلوس على القبر قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الحديث الله والأمام مسلم لأن يجلس أحدكم على قبر فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير الله من أن يجلس على القبر يعني لو قعدت على جمرة نار حرقة هدومك ونزل وسط لجلدك حرقته أهوى عند الله سبحانه وتعالى من الجلوس على القبر ده معناه إيه والرسول قال جمرة ليه لأن كان الميت بقى أفنار في جمرة الميت بيتأذى والحديث ده يدل عن الميت بيتأذى بأي شيء بيخالف السنة بيحسب في القبر عنده أو حد يعمله وهو في القبر إن القبر بيحس الميت أي ميت بيحس لو أنت سلمت على الميت بيرد عليك بيسمعك بس أنت بش يسمعه إذا الميت بيتأذى لا تقضوا موتاكم بيئة البدع وهي الزنو لا ما تيجي تيبني قبر ابني سغير جدا حط جمي منه خشب ويحفظ الطريق حط جمي منه طوبة لكما يكتبش عليه ويرتفاعه ما يزدش على 5 سنة 7 سنة بكتئة أو 10 سنة بس طبعا كل اللي تشوفوه دلوقتي ده بدع لأسف الشريب إحنا في زمن البدع وزمن الجهل وزمن مخالفات السنة ذلك ابتلعنا الله سبحانه وتعالى وضربنا بيه البلاء والغلاء والوباء والأوباء وإنه يوجد شيء نعملها قلمة ما تلاقي شيء نعملها صح فيا ريت ننتق الله سبحانه وتعالى ويا ريت نشور الفيديو ده المهم جدا فأنا أكتب لكم الكلام ده في الوصف بالتفصيل نشور هذا الكلام أقوله قول لهذا استغفر الله لي وليكم